اشتركوا في القناة ادارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا والسيد علي البقال الرئيس التنفيذي للشركة وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي على انشاء الشركة حيث تشرف رئيس مجلس الإدارة بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدة بمناسبة مرور خمسين عاما على بدء العمليات التشغيلية في الشركة وقد هنأ صاحب الجلالة القائمين على الشركة معربا عن شكره وتقديره للجهود المثمرة التي يبذلها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وجميع منتسبية الشركة في إدارة العمليات التشغيلية والتسويقية والتي انعكست على أدائها المتقدم وتنفسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي مؤكدا أن قطاع الألمنيوم في البحرين يعد أحد الركائز المهمة والاستراتيجية للاقتصاد البحريني وقد أسهم في تنويع مصادر دخل المملكة ووفر الكثير من فرص العمل لكفاءتها الوطنية وأشهد جلالته بالتطور المستمر والإنجازات المتميزة التي توصل شركة ألمنيوم البحرين تحقيقها منذ انطلاق عملياتها في بداية السبعينيات من القرن الماضي كأول مشروع رائد من نوعه في المطقة من جانبه عرب رئيس مجلس الإدارة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة عن بالغ الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته السديدة وما يحظى به عمل الشركة من رعاية واهتمام من لدن جلالته حفظه الله